مجلس النواب مجلس الشورى المواقر كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة المرافق للمرسوم رقم 4 لسنة 2021 وقرر المجلس إحالته إلى مجلس الشورى المواقر ووافق المجلس أيضا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 المرافق للمرسوم رقم 5 لسنة 2021 وقرر المجلس إحالة مشروع قانون إحالة مشروع القانون على مجلس الشورى المواقر تم مناقشة مرسوم بقانون يخص موضوع التقاعد وأيضا مناقشة مشروع بقانون واللي هو الشريحة الكبيرة من المتقاعدين المرسوم جاء وكان ننافذ من سنة ونص تغريبا واليوم تم تمريره من قبل السادة النواب وتعويض مادة إيقاف الثلاثة بالمئة من الراتب إلا في حالة وجود فائض هذه المادة كان عليها خلاف كبير وتعوضت في مادة المشروع بقانون مشروع القانون كان عليه لغط وخلاف كبير من قبلنا إحنا ومع الحكومة الموقرة إلى أن تم التعاون والتوافق على إزالة أهم ودتين كان عليهم لغط كبير اللي هما الستة بالمئة عن كل سنة وأيضا رفع سن التقاعد حاليا القانون كما هو الحالي ممكن التقاعد المبكر الزيادة السنوية راح ترجع لمدة سنتين وأيضا الزيادة الراجعي لمدة 15 شهر وراح ترجع مرة ثانية في حال وجود فائض مالي وليس اكتواري وهذا شيء أيضا يحسب للتعاون الذي تم